باتت الأزمات المتكررة هي العنوان الأبرز في سقطرة حيث تردت الخدمات الأساسية والوضع المعيشي لأبناء الأرخبيل في ظل سيطرة ميليشيا الإمارات المطلقة على أرخبيل سقطرة إثر انقلابها على السلطة المحلية في يونيو 2020 الأزمات التي سببتها الإمارات عانى منها أبناء الأرخبيل لا سيما أزمة نقص المواد الغذائية وارتفاع سعارها وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى وكذلك المياه تعد أزمة المواد الغذائية المشكلة الأبرز التي يواجهها أبناء الأرخبيل حيث التفعت أسعارها بشكل جنوني خاصة مع غياب الرقابة على التجارة جراء تعطيل مؤسسات الدولة وحكم ميليشيا الإنقلاب التابعة للإمارات في الجزيرة ومع قرب حلول شهر رمضان تجهد أسواق الأرخبيل نقصا حادا في المتطلبات الأساسية إذ لم تقف معاناة الأهالي عند ارتفاع أسعار المواد الغذائية بل زادت طينبلة اختفاؤها من الأسواق هذه الأزمة في المواد الغذائية تضع تساؤلات عديدة حول الدور الإماراتي في سقطرة خاصة مع تصاعد الحملة الدعائية التي تروجها أبو ظبي عبر وسائل إعلامية لإضفاء طابع الدور الإنساني في الأرخبيل بغية إخفاء جندتها في سقطرة التي نالت منها أرضا وإنسانا حيث أنشأت المعسكرات في مواقع مهمة لتحكم سيطرتها على الجزيرة وتدير شؤونها عبر أدواتها ومليشياتها في الأرخبيل ترجمة نانسي قنقر